موسيقى 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 صلى على الصلى السجن طرق ده ليه؟ ده ولك كله قندر موسيقى موسيقى دنوس موسيقى 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 بس نرق على الحياة شو برده نوسر ده أنا جاهد لسفة عصب الله هحملك أحلى دفعي فيك يا ناطر يلا نوسر بطيال تلع السلام يا نوسر يلا بينا يلا بينا على فين انت بعدك شدام وليه ده انت اللي حباسها يلا بينا نوسر يا قضب أقولك يا عملا معك عربة بالسجن بس بقى يد منك الله يلا نوسر يلا فين نوسر نوسر خلصاني معتيك معايا أنا يا عامل اياحنا منك بقى يا عام غرفة عين انت حتي اوه انووسر او بقى يا نوسر نوسر من دوبت يا نوسر انووسر لو بقى يا نوسر انووسر امى حفين يا نوسر امى حفين انووسر ابعت عني بقولك إيه انت عمل هلاء جيو يا دوتو جايز عند ذات نوسر بني يا ابني الحنر بقى الناس ني ما هاقول ليه نوسر ما تضطر يا روزا أنت بتعمل نمسك على مين؟ أهلاً أهلاً يا حبيبتي وحشتيني قوي يا حجة وعيبة أنت اللي وحشتيني قوليلي عملت اللي اتفقنا عليه؟ بالظبط زي ما اتفقنا يا حجة بس عمر عمر صعب علي قوي الله هنرجع نحن تاني يبقى هنبوز اللي اتفقنا عليه ما تخفيش يا حجة مفيش حجة هتبوز قوليلي حتى مطرح قلبك إيه؟ حجر صوام مرابو عليك يا بيت مرابو عليك يا ساعة الباشر ساعة الباشر ساعة الباشر عمر بيه وصل آه طب الحمد لله هو فين دلوقتي؟ آه دخل القوضة بتاعته يريح شوية قال لي عبل ما الفرح يشتجل يعني طب كويس أنا كنت خايف لك وبرح للبت الرقاصة دي الرقاصة؟ مش ممكن أبداً يا باشر هاتباش مهندس يعمل العملة دي في فرح أخته هنا انت عارف هو بيعيز ست مونة دي؟ يا عصبور بعد الفرح ما يخلص ونتطمن على صفر مونة أنا عازك تشوف للبت دي راحت فين؟ إن شاء الله بيت مينة باشر بيت مينة؟ بيش فايدة فيك انت مش هتفهم أبداً هتكون أنا بتي يعني الرقاصة أنا عايزة تبعد خالص عن عمر تبعد خالص يا باشر إن شاء الله تعال يا حبيبت تعال هقادي قطك عجبكي؟ هقل لي عجباني دي طحف يا حاجة ده لازم هو زي ما قلت هو فيل الموبايل خالص حاضر أيوة كده يا ريالك هو أنت؟ إيه اللي جابك السعاد يا السلام؟ ومالك شايل عبدالقادر كده ومدالك اللي شراضيه مكت برج من علي قيشات تانية هتجنن ما تتجنن يا أخوة بيت عني ما كنتش باك النبسة جاي صارت المجنين الله ما تخلص تنكت الرجل زمانه جاي نوسة يا جملات نوسة الله يا حرق يا ستة ونوسة في ساعة واحدة ما لها زفت التين دي؟ البيت خرجت بالسجن شكل تاني خالص يا جملات شكل تاني يعني ايه؟ برينسس دي ولا يكون خارجة من الجامعة الأمريكانية مش بالسجن يا جملات طبعا من الزبت اللي بتأربعه لازم تقول أكثر بكده مليون مر لازم الغالفات اللي انت بتقولها دي يا بيت سدقين دي خرجت بالسجن من هنا بصتلي من فوق لتحت ونقطت في عربية واني يا عربية جملات عربية آخر ألاجة آخر ألاجة يا جملات بس على مين؟ ورحمة أمي اللي جيبك هنوسة وانت تحت أنا واللي ياخدها مني يا حضروح يا حبيبي يا أخويا حتضيع نفسك عشان البت دي ما تسيبك منها بقى الله ما تبص في العلالي من طلب العقول عالي بص الهنة اللي أنا فيه بص صوتك النغنغة اللي هي فيها حبيب عشان خطري اعمل مقروف سيبك منها هتقول تغني ظلمو جنبها وترجع طعياتلي بدل الدموع دم أعرف يا جملات أنا أوصل لولوية اسمها وهيبة دي الولية اللي كانت معاها في الساين هعرف أوصل لنوسة سهلتها لو كلمت معاها هتحن أنا وبيني وبيني عشق قديم طيب يا أخوي أما ترجع لأشق القديم إما تعالي اتفضلوا مضطرة بأه زمان جوزي جاي مضطرة ده ايه شوفيني قبايك ولا شوفيني فلوس خليني خلص بمصلحة بتاعت بينين ولا أقض على بانك ولا أقض على بانك الله ولا تزعل نفسك أنا نمت ايه أنا 14 نو هرسوا دم نايل لا هقوم أتصرف لك ولا أقول لك خد يلا الفضل البس الجاسبه وخلص فهمت أنا عايزة إيه؟ إحنا لازم ناخد ورقة دم يا فدم إحنا برضو لسه ما نعرفهاش إنت تنفذ اللي بقولك عليه وبس أنا آسف لو كنت دهيقتك الشغلة دي قعدت وضب فيها سنة على الهادي وطبعاً إنت عارف إن أنا بدأت من الصفر ومش حسمح لأي حد إنه هو يوره لي تاني هو إيه ده يا فندي؟ الصفر، التعب الشقة والعرق وتعب السنين وبسط الناس ليه وإيه الدعي لكل ده يا فندي؟ حضرتك جزء من النظام ويا ما قدمت خدمات خيرك وفضلك مغرق ناس كبيرة قوي في البلد طب دي فلوسك وتبرعاتك لمشروعاتهم لمناسبة ومن غير مناسبة النظام اللي إنت بتكلمني عنه ده تعب وبياكل ناسه زي ما تكون ماشي في غابة وخايف لحاجة تطلع لك النظام ده زي الغابة المسمومة ما تأمنش على روحك فيها الغابة دي حضرتك معك المفاتيحها المفاتيح تغيرت وكذاب اللي يقولك هو عارف حاجة أو فاهم حاجة محدش عارف الغابة دي في المستقبل حيكون شكلها إيه بصراحة بقى أنا لو حضرتك حاجيب بندقية خليها معايا علشان تحرصني في قلب الغابة دي زمن البنادق انتهى للوقت ولا القنبلة الزرية تقدر تحميك شفاهم؟ أنا أفهمك تعمل إيه لو تلاقي كل اللي حواليك شايلين سلاح تعمل إيه لو تلاقي كل الناس مسكة بنادق وقنابل ومستنية طبعا حاجة الضربة هيحصل الكل لا أنت يا حضرتك متشأمة أوي بالعكس أنا متفقلة جدا بس بفكر بطريقة تانية غير طريقة البنادق والهرب مال حضرتك بتكتبي كل الحاجات دي منوصة ليه؟ علشان أهرب بالعكس الغابة هو اللي يهرب ساعة الضرب لأن الضربة هيبقى جوه وبره حتى في أوروبا وبلاد الخواجات حيطولهم الضرب ومش بعيد هما اللي يضربوا في الأول بصراحة كده أستاذة أنا غلوب حماري ومش عارف أفهم أي حاجة خالص أنا أفهمك أنا الشارع علمني أهم قانون وهو إنك تحمي حياتك وبعدين فكر في أي حاجة تانية وأنا حياتي دلوقتي إني أسد الصغرات اللي في شغلي بمعنى يعني ماليش لوي الدراع وفي نفس الوقت أخترع سلاح أضرب به كل اللي يهوه بنحيتي إيه هو السلاح ده أفن؟ نوسا أيهو نوسا هي السلاح اللي حضرب به أي حد عايز يأذيني أنا مش فاهم دلوقتي حفهمك كل حاجة موسيقى وحبة أنا مايزاكي يا التافت في المكتب حاضر أنا جاية حضرتك عايزة مني حاجة؟ أعودي الأول الأستاذ مونير المحامي بتاعها أهلا وسهلا أهلا بيك يا تفضل شوفي يا نوسي أنا كتبتلك كل حاجة كتبتلك أراضي وعمارات ومكاتب وكتبتلك سروة ما تحلميش بيها حضرتك بتقولي إيه حاج؟ حضرتك قررت وما عليك إلا إنك تمضيه بس أعمضي على إيه؟ على أملاكك أه بس ده كتير قوي حاج أنا عامل بده كله إيه؟ وحضرتك هتعيش إزاي؟ أنا اللي كتبتهولك ده ما يجيش نقطة في بحر من اللي عندي أنا عندي فلوس بره مصر قدي كده عشرين مرة حضرتك وعيا بتعملي إيه؟ بيني وبينك أنا وعيا بعمل إيه؟ أنت السلاح اللي حضرت به الكل وأولهم عبدالقوي وحسين وأي حد يحاول يأزيني إزاي؟ ما تستعجليش وحدك وحدك وبعدين هتعرف إن هم مش مهمين ولا حاجة سهلة قوي تحط رجلك في الرمز لكن صعب تخرجيها بعد ما تغرزي في الرمز أنا مش فاهمة حاجة أنا حقولك أنت اللي حتفتحي المقفول وحتبيني عيوبهم مش أكتر من كده